السيطرة على المنطقة الحدودية مع العراق تعتبر هدفا للجيش السوري الذي أطلق عملية واسعة أطلق عليها الفجر الكبرى لتطهير الطريق الرابط بين دمشق وبغداد من عصابة داعش الإرهابية في وقت وصلت قوات الحجد الشعبي إلى الحدود بين البلدين من جهة نينواء كما حققت معركة الفجر الكبرى أهدافا بمرحلته الأولى عبر تأمين طريق دمشق تدمر وفتحت أمام حركة الآليات وهناك أبعاد ميدانية ما تتمثل بتلاشي خطر تنظيم داعش في حين تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد أن التحالف الدوري ألقاها أمس لتحذير الجيش السوري والقوات الرديفة من التقدم باتجاه معبر التنفي الحدودي مع العراق محذرا للقوات الحكومية السورية وأوضحت المصادر إلى أن المعركة لن تتوقف حتى انتهاء الوجود الإرهابي في كامل البادية لتكون الحدود السورية العراقية في نهاية المطاف مغلقة وبلغت المساحات الجغرافية التي قطعها الجيش السوري وسيطر عليها في الصحراء أكثر من 5000 كم مربع وقد اجتاز حقول الفوسفات في منطقة خنيفيس واجتاز بلدة الياردا ومن ثم البصيرية وتمكن من استعادة قرية العليانية إذا ذلك قلت مصادر السورية أن الجيش تمكن من السيطرة والتقدم في طرق ومواقع استراتيجية في بلدتي دور الزور وابو الكامار الحدوديتين بعد معارك طاحن مع داعش في حلب أعلنت جيش السوري تصفيته ألفين إرهابي خلال العشرة الأيام الماضية بعد أن تمكن من صد هجمات لهم في الأحياء الشرقية لحلب إلى ذلك نفذت وحدات عسكرية عملية نوعية ضد تحرك لمجموعة من المسلحين في ريف السويداء الشمالي الشرقي أسفرت عن إحكام السيطرة على طريق الواصل بين بلدتي رجم الدولة وصبرت عليها بريف السويداء الشمالي الشرقي ترجمة نانسي قنقر